اقدر اقول لك كده النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي ارسل رسائل قوية للغاية للداخل والخارج الرسائل دي هي رسائل بتعتبر نوع من الطمأنة للخارج وتحديدا للجانب الاثيوبي بيقولهم فيها ما تخافوش احنا دولة ليست او لسنا دعاة حرب نحن لا نهاجم احد ولا نعتدي على احد بل قال انه الخير جاي من عندكم يعني من عند اثيوبيا بالرغم من انه الاقوال في الفترة الاخيرة كانت تتحدث عن حرب قريبة بل حرب او ضربة وشيكة لسد النهضة الاثيوبي بعد كم الاستفزازات والبزاءات ونقص الخبرة في التصريحات لدى المسؤولين الاثيوبيين بل والملء الفردي بدون الاتفاق للمرحلة الاولى من سد النهضة والتي بلغت حوالي خمسة مليار متر مكعب ماء خرج اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي لوجه رسالة للداخل بقوله التزموا في حديثكم السادة الاعلاميين ولا تتحدثوا عن اي تهديد فهناك دول وشعوب يجب ان تحترم ورسالة للخارج نحن لسنا دعاة حرب تابعونا مش دايما الحصول على الحق بيكون باستخدام القوة والعنف ربما يمكن الحصول على الحق بالتلويح به او ربما يمكن الحصول على الحق بالطرق الدبلوماسية وعملية التفاوض رغم انه عملية التفاوض استمرت لسنوات تلو سنوات بنتكلم في عشر سنين وبنتكلم كمان على اعلان مبادئ ابرزت فيه مصر حسن النواية تجاه الجانب الاثيوبي والفترة دي كلها لم يحدث فيها اي زر التقدم على الاطلاق في ملف ساد النهضة ورغم كل هذا التعصر بيخرج النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي ليوجه رسالة للخارج ويكون لهم نحن لسنا دعاة حرب وبمعنى واضح لن نكون بضرب ساد النهضة فنحن في معلقة تفاوض وهنا بيفكرنا الرئيس عبدالفتاح السيسي بانه الحصول على الحقوق يمكن ان يتم بعملية التفاوض واحراج الاخر امام العالم لان صاحب الحق لا يخشى في الحق لو ما تلائم فنهر النيل يشهد اننا اصحاب حق واهرامات الجيزة تشهد اننا اصحاب حق فهي شاهدة على تضفق مياه النيل عبر الاف السنين هذه المياه التي لا يمكن لاي دولة باي حال من الاحوال ان تقطعها عن مصر بداعي عملية التنمية فلا يمكن لاي دولة ان تقوم بعملية التنمية على حساب شعوب اخرى تحتاج لهذه المياه في كل لحظة وفي كل سبل حياتها ابتداء من الاستخدام المنزلي ومياه الشرب والزراعة والصناعة والري وهنا بيظهر الفارق بين رئيس وقائد يدعو للسلام ويدعو للحب والتعاون بين الدول ورئيس اخر يدعو للعنف والتلويح باستخدام الكوة والتعدي على الدول المجاورة وغير المجاورة انت هنا بتشوف امامك رئيس بيحمل مسئولية شعب يصل عدده لاكتر من مئة مليون نسمة هذا الشعب مفروض انه عايش على ارض مصر مساحتها كبيرة ولا يتحمل اعباء حروب او اعباء نزاعات او اعباء صراعات كما انه لا يتحمل نقص في المياه لان نقص الماء بالنسبة لهذا الشعب يعتبر ضياع ويعتبر اخلال بتوازن البيئة واخلال بيئة الطبيعة الحياتية للسكان فيمكن ان يتغيروا من مكانهم او ينتقلوا لمكان اخر بسبب عدم وجود ماء في مكان يعيشون فيه ولكن رغم عدم تلويح الرئيس السيسي اليوم بالحرب او بضرب سد النهضة وتحذيره للاعلاميين بعدم الاشارة لهذا الامر الا انه لا زال يشير الى ان الاسد الذي يعمل يجب او لا يمكن ان يخشى على حقه فحصولك على حقك يكون بقوتك حصولك على حقك يكون بقوتك لانك تستطيع بهذه القوة ان تحافظ ولا يستطيع احد ان يتعدى على اي حق من حقوقك سواء هذه الحقوق تاريخية او غير تاريخية وبالتالي دعا السيد الرئيس جميع المواطنين للعمل كل في مجاله وهذا ما كان يجب عليه فعله او ما كان يجب على الناس ان تكون بفعله خلال الفترات الاخيرة واشار الى اننا كمصر نحن دولة نحاول الترشيد في استخدام المياه ونحاول اجراء عمليات معالجة للمياه ويتم ري كطاع كبير جدا من الاراضي الزراعية بالمياه المعالجة سلسيا ومياه الصرف الزراعي بحسب احصاءات عام 2016 فانه مصر بتستخدم حوالي 13 مليار متر مكعب في عملية ري الاراضي الزراعية هذه المليارات بتستخدم او هذه المليارات عفوا اتت من عملية معالجة وعملية اعادة تدوير للمياه التي كانت بالاساس مياه ري تم اعادة تدويرها لتستخدم في عملية ري الاراضي الزراعية مرة اخرى وايضا تم عمل استثمارات عديدة تحدث الرئيس اليوم على انه بحلول عام 2037 ستكون هناك استثمارات تصل الى تريليون جنيه مصري في قطاع الزراعة نحن نتحدث عن رقم مهول لا يمكن تقديره بشكل مبسط لان هذا المبلغ يعني يحمل صورة واضحة وهي اننا لا نتوقف ونشاهد عملية بناء سد ولا نفعل شيء ففي الوقت الذي يتم فيه بناء سد وتخزين المياه نحن نحافظ ونرشد في مياهنا ومع ذلك لا نفرط في حقوقنا في المياه من نهر النيل الازرق مما يعطي رسالة للجانب الاثيوبي اننا اصحاب حق ولسنا دعاة حرب وبالسلام وبعملية التفاوض سنحصل على هذا الحق وهذه الرسالة التي اراد الرئيس ان يرسلها اليوم وامام المجتمع الدولي يرسل رسالة للجميع ويقول لهم اننا لسنا دعاة حرب وعلى الجميع ان يعلم ان الدولة المصرية اصحاب حق واصحاب موقف وهذا الموقف يجب ان يشهد عليه الجميع ولا يلوم احد مصر فيه لانها دولة لا تعتدي على احد ولا تأخذ حقوق احد الاشارة للشعب المصري العمل ثم العمل ثم العمل احنا بنشتغل في قطاع الزراعة شغل كبير جدا ما فيش دولة تانية بتشتغله احنا اكبر دولة بتكون بمعالجة المياه دولة او الدولة المصرية بتكون يعني من اكبر دول العالم في معالجة المياه وفي استخدامها وعادة تدويرها في عمليات الري لأننا بحاجة لكل قطرة ماء احنا دولة ما احناش قاعدين نتفرج ونعمل عملية تفاوض وسايبين مياه تهضر في البحر المتوسط ليس عندنا اي مياه تهضر ونحن في حاجة لكل قطرة مياه ولكن بتكاتف الجميع من الدولة والشعب والجيش والشرطة كلنا سنتكاتف في مواجهة هذه الازمة بالعمل وكوة الدولة المصرية ستستطيع القضاء على اي تحدي ممكن يهدد الامن القومي المصري في هذا الموضوع وعشان كده الرئيس قال النهاردة يا جماعة احنا مستهدف ان احنا نكون بعملية تبطين 20 الف كيلو متر من عمليات او من الترع الموجودة في داخل مصر عشان عمليات تسريب المياه لا تتم لانك بعملية التبطين دي بتقوم بتوفير عديد من المليارات من المياه او مليارات الامطار المكعبة من المياه وبالتالي انت بتوفر فاقد المياه في حين انه دول كتيرة جدا ما عندهاش عملية التبطين واحنا بنكون بعملية التبطين دي في اراضي حتى اراضي طينية مش اراضي رملية فقط لا اراضي رملية واراضي طينية ودع الرئيس كمان السادة المسؤولين وزارة الزراعة السيد رئيس الوزراء انه العملية دي بدل ما تتم في اكتر من سنة احنا حاول نخلصها في سنة لانه احنا في صباق مع الزمن للحفاظ على كل قطرة مياه لدينا اتمنى ان احنا نكون كلنا فهمنا رسالة الرئيس النهاردة واتمنى من زملاء في اليوتيوب انهم ما يلوحوش بعدوان او تعدي على الجانب الاستيوبي لان احنا حتى لو الاخرين جم علينا وتعدوا على حقوقنا هيجي وقت ونحصل على هذه الحقوق باي طريقة او باي شكل من الاشكال حقوقنا محفوظة وحقوقنا هتيجي بقوتنا مش بالكلام قوتك هي اللي هتجيب لك حقك وزي ما الرئيس قال كده الاسد محدش بييجي على لقمته الرئيس قال كمان اشتغلوا 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 وقال كمان الاهرامات بتشهد على مياه نهر النيل طبعا من الحاجات المهمة اللي الرئيس قالها النهاردة برضو هي كلمة يعني قيلة من بين السطور او كلمة واضحة للجميع مش محتاجة انها تكون بين السطور كلمة دي يمكن يعني كلمة ما تناموش الكلمة دي بتوحي بانه احنا في مهمة عاجلة واحنا في صراع مع الزمن للحفاظ على كل قطرة مياه سواء بقى في المياه او في اي مجال اخر ما تناموش لانه كل واحد في مجاله يسعى لتطوير البلد وتحسينها وزيادة اه تعزيز الموارد سواف من الكطاع الزراعي في الكطاع الصناعي النهاردة بنتكلم على استثمارات بمليار ومية مليار او بتريليون عفوا ومية مليار جنيه مصري في قطاع الطرق والنقل بتشوف حضرتك انت بتكلم على مليارات 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 بل تريليونات الجنيهات بيتم استثمارها وده شغل بيتم يوميا وعمليات افتتاح النهاردة بيفتتح مدينة الجلود بيفتتح عمليات انشائية كل اسبوع بنشوف الريس بيفتح مشروع كل فترة بنشوفه بيزور مكان هنا ده الشغل اللي الدولة محتاجه لازم نطوره ونعيش فيه كمان ونعرف انه احنا في وضع مفيش فيه زار لازم نشتغل لانه احنا كنا في كبوة وهذه الكبوة يعني ان شاء الله خرجنا منها وان شاء الله كمان نتطور ونتقدم احسن من هذه الكبوة لانه مفيش مجال قدامنا غير ان احنا نتقدم ونتطور ببلدنا عشان لما حد يفكر يعتدى علينا نكون عندنا اقتصاد قوي نقدر ندافع به عن حقوقنا سواء اي نوع من الدفاع بايش طريقة من الطرق نقدر ندافع عن حقوقنا يعني انا حبيت اشير للخطاب ووجه رسالة لزملائي في اليوتيوب وقلوهم بلاش التلويح بعمليات عسكرية لانه احنا حتى الان مفيش كلام على اي عملية عسكرية هتقوم بها مصر لان الناس قبل كده اتكلمت على اللي هيحصل وسيناريو الضرب والضرب هيتم ازاي لا خلينا نتكلم من جوانب معلوماتية عشان كده ان شاء الله في الفيديو الجاي او في فيديو قادم هعمل لكم جانب معلوماتي عن علاقة او موضوع شوية بيانات كده هتعجبكم يعني حقائق من درسات عملها علماء متخصصين في موارد المائية والرأي درسات دي فيها معلومات مهمة جدا لازم نعرفها عشان نكون مهتمين بالجانب المعلوماتي اكتر من جانب الاثارة انا بتمنى ان انا اكون وصلت الفكرة احنا بنهتم بجانب المعلومات عشان كده محتاجين نكون عندنا معرفة اكتر عشان لما حد يتكلم نكون فاهمين هو بيقول ايه ونعرف ايه الصح وايه الغلط بشكركم جميعا وفي النهاية يعني اتمنى يكون الفيديو عجبكم ولو عجبكم يريد تشاركوه عشان يقدر يوصل لأكبر عدد المشاهدين وشكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة